السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلوا على الحبيب المصطفى المتابعين الكرام واهلا وسهلا في فيديو جديد فيديو لناها اليوم شاركت فيه معكم وصفة قلب اللوز ولا دهريسة كما نقول لها في عنابة وصفة مضمونة مئة بالمئة وعلى ضمانتي شخصيا الدليل اذا رواضح في الصورة قلب اللوز نفسه متاع المحلات نبدأ على بركة الله اولا نذكره ولي ما اشتركت في القناة فلتشترك في القناة لكي لا يفوتها كل جديد هنا ولي عجب على الفيديو بتنساش تحط لي لايك وتخلي لي رايها في تعليق واللي تجربته طروا حتنا عاتلنا في الفيسبوك حنت يديها ونبدأ على بركة الله اول شي نبدأ مع الشاربات نبدأ ونصنع الشاربات تعنا ونخلوها اكوتي استعملنا في الشاربات ست كيسان ماء وثلاثة سكر يعني انتي وقي الكيل اللي حتحطي بيه انا استعملت نفس الكوب في الكيلات كامل حطينا ست كيلات سميد سميد خاص بقلب اللوز بالهريسة سميد الخاص سميد خشين هادي الوصفة من تحضر امي انا خاطين انا نهضل كومبرك حطينا ستة ستة سميد وبعد نضيفنا لها اربع كيلات سكر نفس الكيلة اللي عملت بيها الشاربات نفسها اللي كيلت بيها سميد ونفسها اللي كيلت بيها السكر وبعد ما حبيت نعطيها لكم بلي قرام راهي تجيب تعبيتها كاس ميتين ميلي لتر بهيج تكون لكم الوصفة مضمونة مضمونة ان شاء الله حطينا بقوصة ملح ونبدأ نخلطو السميد والسكر بالبيان دخلوهم بهذه الطريقة كشغل تعملي في الكسكسي بهذه الطريقة وبعدها نروح نجيبه كيلة زيت نضيفو لها كيلة لبن لازم لبن وتبدليش بالحليب لازم لبن لا تنسى الاشتراك في القناة بعد منها نجيبه كيلة ماء وماء الزهر تحطي نصف كوب نصف الكيلة ماء ونصف الآخر ماء الزهر يعني تخلطين مع بعضهم ومن بعد نبدأ نخلطو المقادير بتاعنا بهذه الطريقة نحرق نخلطوهم برأس الأصابع فقط ونعملوهم كأننا نعملوه في الطعام في الكسكس باهي تجانسونا جميع المكونات بهذه الطريقة حبيت ما حبيتش نختصر لكم الخطوات حبيت تشوفو بدقة باش تعطيو كل خطوة حقها باهي يطلع لكم قلب اللوز ناجح بإذن الله بها الطريقة إلا برأس الأصابع برأس الأصابع وتعاملو معها مثل الطعام بعد ما كمنا راح نقسمو المقادير بتاعنا إلى قسمين يعني متساويين شوفوا يعني بها جيكم الطابقة الأولى والطابقة الثانية كيف كيف البلا كنت دهنتو بالسمن الدهني البلا بالسمن وجيبي البارتي اللو اللي قسمناهم نحطوا اللو اللي فرشوا بهذه الطريقة اتبعوا الخطوات جيدا يعني بهجيك مضبوطة لأنه حساس في أي غلطة راح يخسلك عملك كامل ووزعيه بالطريقة هذه وبعد ما تكملي وبعد ما تكملي من الطابقة الأولى بهذه الشكل راح تجيبي جيبي مغرف ملعقة وتبدأ تتعدلي تسوي السطح تعاودي تسقميه بش يجي قد قد لو كان ما تسقميش بهذه الطريقة راح يجيك طبقة أعلى من طبقة وراح يشربت تاعك يجمع لك في بلاسة على البلاسة من بعد أنه نحطه فوق منه أنا استعملت هنا الكوكاو كنت محمص ومرحي امتي إذا عندك القدرات تاعك تحطي اللوز حطي اللوز عندك حيبة تحطي شوكولة حطي شوكولة كل واحد والحشو يعني اختياري كل واحد والوجود تاعه أنا أنا استعملت فيها الكوكاو عادي ويجيب زبنينة يعني هريصة مثل الهريصة التي تبع برا قلب اللوز عبوا بها الطريقة نحاولون شوفي جميع جميع الأماكن بعد جيك طعمة الكوكاو والداخل فيه بها يكون هريصة بيام من بعد بها يجيك فوتو على بتاع المحلات برا نجيبو ملعقة من الكوكاو ونخلوها باستعمال سيار ولا كما استعملت أنا هنا بها الطريقة يجيك يعطي له الأكل الغدا يعطي له منظر بيام وما يحش تجيك مر اللي خافهم الكوكاو وبعد هزي نضفنا الطابقة التانية وبنفس الشيء الشيء عادي دير بالمغرفة تاعك تسويها تجيك قد قد يعني المكاش جهة أعلى من جيها نسويها كامل بها الطريقة قلنا لو كان ما تسويها شرح تروح لك الشاربات قبل ما تقطعي شغل عينيها فقط بها يجوك الحبات تقريبا متساوية بها الطريقة ثم نكملونها بطول بها ما يخسر لكش في القصان سيدتي اللي تحب تقصوه بطول تقصوه بطول واللي تحب تقصوه مربعات تقصوه بها الطريقة أراني ما اختصرت لكم حتى 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 لقطع تصورت لكم يعني خطوه بخطوه لأن الأغلبية ما رح يشكي وما ما ينجح لهم مش قلب اللوز يبا أحبي تنعت لكم جميع الخطوات وبإذن الله ستجيكم وصفة رائعة إن شاء الله نوزع الكوكو فوق الحبات تقدر يديري شكل وردة لكن احنا متعمدنا حطينا بهذا الشكل بايجي فوطوه على تاع المحلات يعني أي واحدة رح يأكل وفي دارك ما رحش في قبل اللي انت خدمتها متل ما يحدد عننا بعد ما وجدت الشربة التاعي هديك النصف حبتها لقاس حطتها فيه لأنه يطلق القوبيا ضيفي له نصف كوب من ماء الظهر بتجي فيه لوقو تاع الظهر بهالطريقة بعد ما دخلنا طاب القلب اللي استعنا من تحت بنشعلو عليه من فوق ندهنوه بس سمن بس من والملاحظة اللي مقدمة لكم لو كانت تحطي الكوكو تاعك مش مقشر رح يتحرق لك ويتبال الحبة تاعك صفرائيبة لذن نحطو فيه الكوكو مقشر بهالطريقة وذو كان نوزع عليه السمن بها يعطيه اللون اللون ذهبي وكما تحتش عليه يجيك اللون تاعه أصفر نراني هاي قداد ذو كمنا احطيناه شعرناه من فوق وبعد ما خرجناه خرج بهذا الشكل قلب اللوز رائع وبعد ما خرجناه كانت تشربات بردة وهو كان سخون وحطينا عليه ديكتورمون وكي عد يتشرب لك معناتها بإن قلب اللوز تاعك راه ناجح بهذا الشكل لو كان يكون قلب اللوز بارد تديري الشربات سخونة ولو كان تكون الشربات بردة حطيناه وهو سخون بهذا الطريقة ومن الأحسن من الأحسن من الأحسن خليه يبات كي يبات لك كي يبات لك راح يشد روحو يشرب الشربات هذيك بيان وكي تقطعه وتقطعه ما تخش العسل تتلملك في هذيك الكارية لنحيتيها هذيك الحبة لنحيتيها وبعد ما نحينا قطعته انا خليته بات با قطعته بانتفاهمه خرج بهذا الشكل يعني طعموا نفس الهريصة تع المحلات وشكلوا بهذا الطريقة هذي كانت حبت على الطرف ما كنت مزروبة قطعت لكم هذي اللي غالب المهم هذا هو القلب اللوز تعنا خرج بشكل رائع وطعم ولا ارواح اللي عجبتها عجبها لا فيديو عفوا اللي عجبها لا فيديو تخلي لي جام وتعليق واشتراك من فضلكم ادعم قناتي واحبكم في الله ودمتم في رعاية الله وحفظه وشهية طيبة سلام الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله